تتواصل فرقة العباس عليه السلام القتالية حملات التعفير العموم محافظة كربلاء لا سيام منطقة ما بين الحرمين الشريفين وشوارع المدينة القديمة من أجل مكافحة وباء كورونا باستخدام أجهزة ذات فعالية أكثر من الأجهزة التقليدية مزودة بأدوات دفع تحقق انتشار رذاذ المعاقمات بكثافة تصل إلى مسافة أربعة أمتار ضمن التوجيهات التي أجتنا من قبل قيادة فرقة العباس البحث عن أجهزة متطورة لمواجهة جائحة كورونا طبعاً نحن رأسنا بحثنا من مصادرنا الموجودة واستوردنا هذه الأجهزة طبعاً هو جهاز يشتغل على الوقود يعني بداخله محرك صغير وبيه مالة الخزان يحمل 22 لتر يتخلى بيه المادة وهذا الجهاز أفضل من الأجهزة التقليدية الموجودة التي يعفرون بها الأخوان حملة مباركة جاءت امتثالاً لأوامر المرجعية العليا لحماية المجتمع من جائحة كورونا لا سيماً قيام بالتعفير والتعقيم لمحافظة كربلاء من خلال فرقة العباس عليه السلام القتالية التي استخدمت هذه المرة أجهزة حديثة ذات كفاءة للاستمرار بحملتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر